تلعب مع منافس كبير تاريخ دولي التونسي تلعب مع منافس كبير في مستهل مشهور مدير فني جديد للنادي الأهلي في وجه جديد المفوض يظهر بين النادي الأهلي عن الوجه اللي ختم بيه الموسم كل الظروف قد تبدو قبل المباراة خطيرة أو محفوفة بالمخاطر زي ما بيقولوا الأهلي النهاردة كان الطرف الأفضل اتحادي الميستيري ما راحش بكرة واحدة بس على محمد شهر بالضبط زي ما حضرتك قلت كده هي النقطة برضو الاتحادي الميستيري ساب مساحة يعني انت لو تجي تبص في أول خمس دقائق ساب المساحة للنادي الأهلي ينقل فيها فلما حب بعد عشر دقائق بالضبط عايز يضغط تاني فكان النادي الأهلي شيطر عن مباراة كلها وبدأ ينقل وبدأ شيطرته في نص الملعب والأربع اللي وراء مع الشناوي فدي من الحاجات اللي لوحك كان مبسوط منها أنهما كل اللعيبة بتاعت النادي الأهلي عايزة تبدأ وتلعب الهجمة تبدأ الهجمة فدي كانت حاجة كويسة لعبة نص الملعب كان الخطوط الثلاث خطوط قريبة جدا من بعضها ما تلاقيش كان فيه فترة من الفترات بتلاقي اللعيبة الثلاث خطوط بعد أو عن بعض فدي كانت من المشاكل الفترة اللي فاتت في النادي الأهلي أنا شايف أن النهاردة النادي الأهلي الروح بتاعته رجع كويس قوي والنادي الأهلي الصفقات بتاعته بدأت تظهر شوية لأن انت برضو يعني الصفقات النادي الأهلي انت بتتكلع معنا شادي لعب كويس بس لسه برضه يعني أنا عبرته اتفاجئت النهارده ان هو بدأ بيه بعد كلام كتير تقالي انه الراجل مش مقتنع بيه ومقتنع بحسام حسن بالزبط لا وبعدين انت برضه ان انت تبدأ بالصفقات الجديدة دي فأول مباراة في أفريقيا فديت برضه ريزك عالي زي ما الكابت عبدالله قال النهارده أكرم توفيق أنا مبسوط قوي قوي بالنهارده يرجع تاني ليه أكرم لمنتخب مصر وللنادي الآلي ده حاجة كبيرة جدا أكرم من مميزاته التحاماته التخطية العكسية الروح العالية اللي بيديها للفريق خلا بالك لو تيجي بعض المباراة بص أول واحد رحله الشناه وبعد زماغه دي روح عالية اه بالزبط فأنا بشوف فكرا بمين روحه وحماشه والتاكلين بتاعته احمد فتحي صراح احمد فتحي بالزبط يعني بحس ان احمد فتحي قدامي انا كنت هو بحسام مشطفى بس يعني هو وربط علي يا بأحمد فتحي فخلاص يعني في المركز احمد فتحي اي 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 او بالكلم على الروح والحماشه والياقة ونفس والمباراة ما بيهداتك معين انا كنت قلقان عليه جدا لان انت ما بتيجي ست شهور مصاب عندك صليبي وتيجي الماتشاطي اللي وديه حاجة والماتشاطي الرسمية حاجة لان انت نما بتيجي تلعب ماتش رسمي الشدة انت عايب يا كابتن بيبقى الشدة ومجدود ومتحمس انا اعسف انت لعب ما بيهد بقى يا رجع من رباط صليبي يبقى عارف حزر كده اقولك المفاجأة الراجل ده اول ما نزلت في اول تدريبة جمعية اول تأسيمة تاكلنج وجاري وحماس الجهاز الفني جابوه بعد التدريبة اهدر لقى اصلي اللعب اللي زي بيبقى عنده وصابة زي دي انتوا انتوا لقى اكبار يعني تبقى الان بقى يعني تمشي بالراحة وبتتحرك بالراحة ما تاخدش تاكلين ما تاخدش تاكلين ما تاخدش تاكلين صح فالنهارده عمل ادامة راجلت جدا والتحاماته انا اللي انا مركز مع اقرب التحاماته التحاماته كلها يعني بياخدها صح كل كرة مشتركة هو واخدها انت عارف الملحوظة النهارده كابتال حسر وكابتال محمد انه اقرب النهارده بسيطه مكادش يدقيقه مية في الماء كان عنده ميس باس كتير النهارده بس ده السنس بقى بتاع حتى نفسه يعني انت لو تيجي تبص فيه اوقات نفسه كان برضه فيه كرشة نفس لان هو برضه بعيد عن الماتشات بقى له ست شهور على سبع شهور فدية كانت مشكلة بس هو كان بيعمل ايه التحاماته كور المشتركة اي حاجة ايه التخطير التخطير العكسي بالزبط كان ما شاء الله عليه بالزبط فكانت يعني عارف انا مبسوط له قوي وربنا يكرمه حتى كابتال كابتال محمد قال محمود متولي انا مبسوط من اللعب ده لعب كورة كويس قوي بيلعب بدماغه هزوحش بقى لاربع سنين معنا وجاله صليبي نادي الاهلي برضه جاله صليبي لما رجع مرجعش بالنفس لان هو ايه مختلف عن اكرم اه بالزبط لعب كورة اكرم اقوى واعنف فهو ده تولي لعب كورة فبيبدأ الهجمة فالنهاردة التشكيل يبين النهاردة التشكيل يبين ان انت الراجل عايز يلعب كورة عايز يبني الهجمة عايز يفنش على الجول